السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد وحلقة جديدة في اسكان وعقارات. النهاردة هنتكلم في مطاقة مهمة جدا بس قبل ما نتكلم عايزين نعمل اشتراك في القناة ونعمل لايك عشان تساعد القناة في الانتشار وعشان تدعمونا. اما حاجة هندوس على كلمة الشراك تحت. بعد كده هندوس على كلمة الجرز هنفعل كل علشان يوصل لك كل جديد. النهاردة وزارة الاسكان ونقطعة المرانية طلع ابيان مهمة جدا بخصوص قرصات الشروط الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط. طبعا وزير الاسكان اه طلع تصريح النهاردة مهمة جدا. وبشر الناس كلها قال لك ان قرصات الشروط متوفرة في جميع منافذ البريد. اه تاني حاجة الكرصات الشروط متوفرة كتير جدا لاي موضوع. وزير الاسكان طبعا اه اعلن برضو ان في سحب اه كتير جدا على طرح اه مية حمسة وعشرين الف واحد سكانية. كي عملت التشتيب. طبعا اه بدعم من اه التمويل العقاري. واعلن ان في خلال اربع ايام تم سحب باكتر من مية وستين الف الكرصة الشروط. تاني حاجة اه قال برضو باي حد يا جماعة اسحب كرصات الشروط في الاول في الاخر. كله زي بعد. اما حاجة تكون انت مستوى في جميع الشروط. والاوراق المطلوبة في الاسكان الاجتماعي او الاسكان المتوسط. ده كان اه بعد التصرحات اللي قالها النهاردة وزير الاسكان. اه طبعا اه كرصات الشروط اه هتلاقيها في جميع المحافظات. متوفرة بكسرة جدا. حدش يقول لك اه ان كانت لها بعد الناس يقول لك ده مش لاقي الكراسة ده اقفل ومش عارب ايه. نجي لحد رقم سبعين وعملوا لأ. الكراسات موجودة يا جماعة. في جميع مكاتب البريد. وزارة الاسكان وزير الاسكان اكد على الكلام دوت النهاردة. وقال لك اي حد عايز كراسة شروط. هياخد الكراسة ان شاء الله. اه تعالوا بقى نتكلم عن موضوع اه الاسكان الاجتماعي. طبعا في ناس قد سألتني بتقول لي الطرحة بكون فيه الاسكان الاجتماعي. هيتم طرح يا جماعة حوالي ميت الف وحدة سكنية. كاملة التشطيب بمشروع الاسكان الاجتماعي. طب هيتقدم فين? هو يا جاعة للتقديم ان شاء الله هيبقى في مكان الشوق ديت. هيبقى ببدر حداية العاصمة. حداية اكتوبر. اكتوبر الجديدة. اه منطقة غرب المطار. خمستاشر مايو. العاشم من رمضان. العبور الجديدة. السادات المينيا الجديدة. من لو الجديدة. اسوان الجديدة. سواج الجديدة. انا الجديدة. تمام? اه طبعا الشواء المطروحة بخمسة وسبعين متر وتسعين متر. طبعا احنا قلنا هيبقى بسعر عائد سنوي. ده هتتخذ على العشرين سنة بنظام التمويل العقاري اللي هو حوالي سبعة في المية. دي طبعا اه القصة بتاعها هيصل لحد عشرين سنة. اه طبعا اه الحد الاقصى للقصة التمويل العقاري لا تجاوز اربعين في المية من صاف الدخل الشهري بتاعك. يعني ياخدوا اربعين في مية من الدخل بتاعك. اكتر من كده ما ينفعش. بالنسبة بقى للخمسة وسبعين متر شواء خمسة وسبعين متر الاسكان الاجتماعي اللي هم غروبتين وصلاة. مقدم الحاجز طبعا بتاع اتناشر ونص. اتناشر الف جنيه ونص. بخلاف تلتمائة وخمسين جنيه مصرفات ادارية. لا ترد ولا تسترد. ومبلغ الضفعة الواحدة للضفعات ربع سنوية اتناشر ضفعة. لهيه الفين ومية جنيه. اتفع لمدة تلات سنين ربع سنوي اتناشر اه اتفع حوالي الفين ومية جنيه. ده بالنسبة لشواء خمسة وسبعين متر. اه طبعا اه قلنا بالنسبة لتسعين متر بقى. احنا خلاص كده خلاصنا خمسة وسبعين متر. بالنسبة للتسعين متر يا جماعة ان شاء الله تلات غارة فصالة. مقدم الحاجز يكون خمسة وشر الف ونص. طبعا بخلاف تلتمائة وخمسين جنيه مصروفات ادارية. لا ترد ولا تسترد. اه تم مبلغ الضفعة الوحدة للضفعة ربع سنوية اتناشر ضفعة بحوالي الفين وسبتمين جنيه. يعني هدفع كل تلات شهور اللي هو ربع سنوي لمدة تلات سنوات لحد ما تستلم الفين وسبتمين جنيه. قبل كده كان في فيديو عملناه قبل كده بالنسبة ان انت تتبعت اقصاد زيادة يا جماعة ده المصلحتك. بتيجي مسلا تستلم الشقة بتاعتك بتم تدفع مسلا مؤادمة عليها شوية. مؤادمة بتاعتك بتقل جدا. اه طبعا احنا قلنا هيتم دفع حوالي الفين وسبتمين جنيه ده بالنسبة تسعين متر على اتناشر ضفعة. اه طبعا في خمسة في المية من اجمال السعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة. طبعا هيتم سدادنا خمسة وتمانين في المية من قمة الوحدة. تابع نظام التمويل العقاري على عشرين سنة. اه بالنسبة للسن ان شاء الله احنا قلنا السن هيبدأ من واحد وعشرين سنة لحد خمسين اه سنة. ده نظام التمويل العقاري. يعني كنك واخد قرد يا جماعة ما ينفعش حد مسلا عنده ستين. او سبعين ويجي قدم. ان فيك تجي لي اسئلة اولا انا عندي خمسة وخمسين. انا عندي اتنين وستين. لا ما ينفعش. لحد خمسين سنة اخر حاجة بالنسبة للاسكان الاجتماعي. اه تاني حاجة بالنسبة بقى صف الدخل يعني اقل دخل يا جماعة بالنسبة اللي هيجي قدم في الشهدات. اقل دخل يبقى الف وكمسون جنيه. تمام? ويكون المتقدم من منخفض الدخل. ولا يزيد صف دخله سنوية عن اتنين وسبعين الف جنيه سنوية. ولا يحق المتقدم او الاسرة اه اكتر من شقة واحدة. تمام? في المدن الجديد ديت. اللي تم الاعلان عنها ان شاء الله. اه بالنسبة برضو لو في بسا عنك شقة قبل كده واخدها واستفدت من بطرة المنكة المركزي. مش هينفع تقدم. استفدت خدت شقة قبل كده. مش هو الاديم اللي تعتقين مبارك. مبارده مش هينفع تقدم. اه بالنسبة بقى لابناء المحافظة لازم تكون انت من خلال تكون في نفس المحافظة اللي فيها اماكن الطرح او مكان العمل اللي هو موجود في الطرح. غير كده ما ينفعش. لازم انت موجود متواجد من خلال المحافظة او اقرب محافظة ليك. او من خلال العمل اللي انت شغال فيه او ما اللي انت موجود فيه في نفس المنطقة. ثاني حاجة برضو فيه حاجة برضو مهمة جدا زي ما لقوا عليها برضو. ان ممنوع بيع الشقة لمدة خمس سنانين. يعني اي حد هياخد اسكان اجتماعي. طبعا ما يقدرش يحولها من سكن التجاري. ما يقدرش يحولها اه لاي مشروع تاني. دي معمولة سكن فقط لا غير. ثاني حاجة اي حد هيخصصها لغير هذا الغرض. هيتم اه طبعا عقوبة الحبس وغرامة مالية كبيرة عليه جدا. فاي حد مش محتاج الشقة. ما يروحش اه طبعا يخاطر بحاجة زي كده. سيب الشقة انت مش بيحتاج شقة دلوقتي يسيبها لاي حد يجي لك. عشان طبعا اه بدل ما توقع تحت القانون ومرة دي فيها حبس وغرامة ما فيهاش يظهر. اه تاني حاجة يا جماعة ان شاء الله اه طبعا كده بنسبة الاجتماعي اللي احنا قلنا عليه المية الف وحدة اللي هم الاسكال خمسة وسبعين متر والتسعين متر ان شاء الله. اه طبعا فيه طرح برضو بالنسبة الاسكان المتوسط فيه طرح حوالي خمسة وعشرين الف وحدة سكنية برضو كمية التشتيب. طبعا في احداشر مدينة جديدة. مطروحة في بدر الحدايا العاصمة حدايا اكتوبر ستة اكتوبر اه خمستاشر مايو العاشم من رمضان العالمين الجديدة المينيا الجديدة ناصر غرب اسيوت راشد الجديدة اسوان الجديدة. ده بالنسبة للاسكان المتوسط ده يتم فيه طرح حوالي خمسة وعشرين الف وحدة سكنية كاملة التشتيب. طبعا بالنسبة طبعا للشروط وحاجات دي زي ما احنا قلنا قبل كده يجب ان يكون متقدم شخصا طبيعيا مصر الجنسية لا يقلس انه عن واحد وعشرين سنة في الاعلان. اه طبعا ان يكون متقدم من متوسط الدخل لا يزيد صف دخله السنوية عن جميع مصادره عن مية وتمانية الف جنيه سنويا للأسرة. يعني بما يعادل تسعة تلاف اقصى حاجة تسعة تلاف جنيه شهريا للأسرة. بالنسبة الاعزب هيكون اربعة وتمانية الف جنيه سنويا بما يعادل سبع تلاف جنيه شهريا. طبعا لا يحق الاسرة التقديم يعني التقديم الا الا على شقة واحدة فقط لا غير. اما بقى بخصوص نظام الحجز ان طبعا الاولوية هتكون للناس اللي هي متزوجة ويعول طبعا لوها شامل ارمل ويعول مطلق ويعول والاولوية طبعا الاصغر سنة في حالة تسويت السن. تكون الاولوية للأسرة الاكسر عددا ثم المتزوج والاولوية الاصغر سنة ثم الاعزب والاولوية الاصغر سنة وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن غير مضمونين زوج الاحتاجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد قسم الوحدات السكنية المخصصة لزوج احتاجات الخاصة. بالمدن المعلن عنها ويتم عمل قرع الالكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين. اه كده يا جماعة نكون نهاردة خلصنا فيه النهاردة اللي هو الاسكان الاجتماعي اللي هو الخمسة وسبعين متر متر والاسكان المتوسط اللي هو طرح خمسة وعشرين الف وحدة. آآ يريد بقى نعمل مشاركة للفيديو. هنعمل آآ لايك وشير. وتفعيل الجرس اهم حاجة عشان يوصل لكل جديد. شكرا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.